أو لا في موضوع حول الإنسان يا جماعة يعني اللي بيعمل سرعات في الدول تؤدي إلى خربها ده ما اعتبرش ده أمر لنبود أن نحن نحط في الاعتبار أن الدول اللي بتسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى هل ده ما اعتبرش هو النهاردة اللي حصل في الدول اللي موجودة حولين مننا هو في حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر مش عايز أقول أسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني يعني أحمل إيلام للدول اللي بتعاني من كده لكن أكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والدمار اللي موجودة فيها ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم عشر سنين موجودين دلوقتي يا ترى يا ترى حول المواطنين مش بس حول المواطنين النتاج الاستمرار في معسكر اللي اللاجئين عشر سنين يعني الطفل اللي كان عنده سبع سنين بقى عنده سبعة عشر والبنت أو الفتاة اللي عندها تمان سنين ما عندها تمنتاشر سنة موجودة فين؟ موجودة في معسكر أنا بتكلم على ملايين بتكلم على ملايين مش بتكلم على عشر تلاف ولا مئة ألف موجود في دول فيها اتنين مليون وثلاثة مليون اللاجئ غلوى غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول ديت اللي قام بالعمل على هدم الدول ديت هو اش دابر نحق من حول الإنسان ان احنا لن نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البوساط يعانوا في ليبيا في سوريا في اليمن في الصومال في العراق مش عايزة تكلم على دول تانية ومصر كانت حتبقى من الدول ديت مصر كانت حتبقى من الدول دولة فيها مية مليون كانت معراضة للخراب والضمار المفروض ان يعني حد زي في الوظيفة ديت ما يتكلمش كده عشان يعني لكن الله لازم نكون كشباب ينظر من أي دولة في العالم ان هو ينتبه وينتبه انه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه اسمع وشوف ويفرز بعقلك شوفوا العالم اللي احنا حولا منه اللي انا بتكلم عليه ده بقى فين ليه بقى الدول دي اللي بتكلم عليها حجم الضرر والخراب وحقوق الإنسان اللي استهلكت فيها قد ايه ليه ترجمة نانسي قنقر